كان وزير الخارجية سامح شكري قد التقى نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح حيث أكد شكري على العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مصر والكويت والشعبين الشقيقين وأهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي كما أكد شكري على موقف مصر ثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار الدول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري شكرا